نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الزام المواطنين بالتسجيل لرقم هاتف تابع لشركة محمول بعينها كشرط لتحديث بيانات بطاقات التموين وشددت وزارة التموين على أن عمليات تحديث بيانات البطاقة التموينية تتيح التسجيل لكافة أرقام الهواتف التابعة لأي شركة محمولة عاملة في مصر شرط أن يكون رقم الهاتف مسجلا باسم رب الأسرة في البطاقة المراد تحديث بياناتها كما أشرت الوزراء إلى أنه تم مد فترة تسجيل أرقام الهواتف المحمولة حتى 30 من يونيو المقبل منعا لتكدس